جهود الحل السياسي في الخديدة عبر الأمم المتحدة متوطفة تماما رغم أن نتفق السفينة الذي عقد مؤخرا نص على تنفيذ المرحلة الأولى من بند إعادة الانتشار والانتقال جديا إلى المرحلة الثانية وهذا ما صرح به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفث وأيده لولي سيغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار هناك التوقف يعزيه مراقبون ومحللون إلى استعدادات لولي سيغارد تقديم استقالته التي كان من المقرر أن يعلن عنها نهاية يوليو المنصرم لكن إلى الآن ما تزال الأمم المتحدة في طور البحث عن أسماء عدة لخلف لولي سيغارد في مهمة تنسيق إعادة الانتشار التي تعد الأصعب في نظر مراقبين وفي هذا الصدد أكدت مصادر صحافية اعتذار الأمريكي قائد البحرية السابق الفريق تيموثي وعدم رغبته في تسلم مهمة رجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحليدة المهمة التي يراها البعض أنها تركة ثقيلة لرئيسين سابقين وقضية مثقلة بعدد من الملفات والاتفاقات الفاشلة لتسعة شهور ماضية وبالنظر إلى المهمة وتعقيداتها يفترض أن يقوم رئيس اللجنة الجديد بفرض القوات المحلية أمرا واقعا على الحوثيين وإخراج الميليشيات من هذه المدينة وموانئها والرقابة على عمل مؤسسات الدولة بحكمة عملها إداريا وماليا وبالعودة إلى عمل لجنة إعادة تنسيق الانتشار تعد هي الوحيدة ميدانيا التي تحاول أن تفرض اتفاق السوكولم واقعا على الأرض أما الفشل بعينه فما تزال لجنة الانتشار تراوح مكانها وحين خرجت إلى العلن ظهرت بإعلان الانسحاب الأحادي الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة في مخالفة واضحة وصريحة الانسحاب الأحادي أيدته دول عظمى ورأى مراقبون أن بريطانيا ضغطت على مجلس الأمن لعمل هذه المباركات وعطفا على هذه المباركات مدد مجلس الأمن مهمة هذه اللجنة ستة شهور مقبلة تحت مسمى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع وكامل لعدد هذه البعثة التي ما تزال تعمل بربع فريقها